السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم معاكم أحمد الفولي شرح النهاردة هيكون عبارة عن لو حاس أن الجهاز بتاعك تقيل جدا وبطيء نسبيا وأن بورتيشان السي مليان ومش عارف المساحة رايحة فين أنا هقولك على كام خطوة تعملها هتفرق جدا معاك في أداء جهازك تابعوا الفيديو للآخر أول حاجة عاملها هخش على بورتيشان السي واشوف مساحته كام عندي 232 جيجا فاضل منهم 63 جيجا و8 أول خطوة هعملها هاجع على علامة ويندوز تحت وهكتب كلمة run بالشكل ده أو ممكن أدوس علامة ويندوز وحرف ال-R هيظهر معاك كتاب الزبط أول كلمة هنكتبها علامة اللي هي 100% ونكتب T-M-B ونقفلها بعلامة 100% تاني وندوس هنلاقي هنا مجموعة ملفات كتير جدا وبيرة لو جيت شفت مساحتها هلاقي مساحتها 23 جيجا طب بهم 23 جيجا دولة عبارة عن إيه ده عبارة عن أنت مثلا عملت داولود لحاجة عملت مثلا نزلت برنامج فيه كاشات للبرومج اللي أنت بتستخدمها بالتالي بتنزل في ملف التنبي هنا وما ببقاش لها لازمة بعد كده فأنت بتبقى لازم تمساحها علشان خاطر بيفضي شوية من مساحة السي فاحنا دلوقتي هنعلم عليهم كلهم وندوس shift و lead هنقول له إيس؟ هيبدأ يمسح معاك الملفات كلها طبعا هيجي في الآخر أحيانا يعني بيبقى فيه كم ملف ما برضوش يتمسحه دولات مفهومش أي مشاكل خالص ومسحياتهم حوالي 16 كيلو أو حاجة فده باش مشكلة فهنعمل skip بعد كده نخش تاني نكتب كلمة temp هنلاقي برضو ملفات كتير جدا هنمسحها برضو shift و delete أو ندوس هنا delete بعد كده نمسحها من recycle bin برضو نفس الموضوع مفيش مشاكل خالص escape بعد كده هنكتب تاني recent 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 e c e n t و ندوس ok وهنيجي هنا نعلم عليهم كلهم برضو ونمسحهم بعد كده هنجي تاني نكتب كلمة prefetch b r e f e t c h وندوس continue هنلاقي برضو ملفات كتير نمسحها نرجع بقى الportation c ونشوف مساحته هتبقى كام دلوقتي فده معايا حوالي 23 جيجا أو 24 جيجا طبعا الملفات دي كتنقصرة عجاز جدا وما كانش لها اي استخدام فمساحة c كبيرة على الفوضي تاني خطوة هنعملها وانا بشوفها مهمة جدا وهي ان لازم يكون عندك برنامج كلين ينظف دايما الكمبيوتر باستمرار وراء بنصح دلوقتي باستخدام برنامج سي كلينار لانه سهل جدا وممتاز وفعلا مع استخدامه انت هتحس بفرق في اداء الكمبيوتر بتاعك بنسبة 180 درجة اول حاجة هنيجي كده على كلمة custom clean هندوس عليها هنلاقي بديك هناك مجموعة خيارات كتير جدا لكل برامج اللي عندك او الحاجات اللي بيقى فيها كاشات كتير انك انت بتعلم عليها وبتدوس له analyze او clean انا دايما بعمل كده بعلم على كله معايا ده save the password وهنا نفس الموضوع بشيل العلامة من save the password وهنا بعلم على كله معايا ده كلمة network passwords وفي system بعلم على كله ونيجي كلمة advanced هنعلم عليها كل حاجة معايا ده اخر حاجة وهي freeze base دي بتبقى حاجة زي defragment دي انا ما بحبش ان انا نعلم عليها خالص بعد كده نيجي على كلمة applications هنعلم على firefox كله معايا ده برضو save the password بعد كده opera save the password هنيجي نعلم على كل حاجة هنا من جير اي مشاكل بعد كده utilities هنعلم عليها كلها وهنا في الويندوز هنعلم عليه كله بعد ما نعمل كل ده ندوس كلمة analyze هيبدأ هنا يعمل search للملفات اللي موجودة عندك هتلاقي هنا الكاشات هتلاقي هنا ان نطلعلك مجموعة حاجات كتير ندوس run cleaner تمام كده ثاني خطوة نعملها نخش على كلمة registry ندوس skin هنا بدأ يعمل ان لو في حاجات ملفات registry فيها مشاكل او فيها حاجات تلفة هو لإما بيمسح لإما بيصلح هنا هتدوس على كلمة fix هيبدأ يقولك انت عايز تعمل بقبل الريجيستري القديم فانا ما بحبش عاملها فبدوس no وبقوله fix all نعمل تاني وندوس fix no fix all تاني هتلاقي ان خلاص مفيش اي مشاكل في ملفات الريجيستري اما بالنسبة للإزي كلين ده بيبقى عبارة ان هو بيعملك الكلين بطريقة اسرع فندوس analyze هو بيمسح على طول من جير اي مشاكل هتيجي بقى على كلمة tools هتلاقي ان هو مدي خيارات كتير زي ان انت ممكن تعمل uninstall لبرامج عندك على الكمبيوتر بطريقة سهلة جدا هتعلم عليها وتدوس uninstall هنا لو فيه software update للبرنامج وهنا اللي start up اللي هي البرامج اللي بتشغل اول ما الwindows بيفتح ممكن تقفل حاجات وتفتح حاجات زي مثلا كده disable اخر حاجة معنا وهي الoptions وهي برضو فيها options كتير زي انك انت ممكن تخلي البرنامج يعمل clean في وقت معين او مثلا تختار يوزر معين يفتح البرنامج او ممكن تشيل علامة CCleaner من هنا كل دي خيارات موجودة ممكن تعملها من خلال الoptions وبكده يكون شرح النهاردة خلص اتمنى يكون عجبكم ويا ريت ما تنساش تعمل الشراك للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد وتنشر الفيديو عشان غيرك السابت بي واشوفكم في شرح جديد ان شاء الله